نقطة مهمة جداً يشتكوا منها هي قصة الجاجج قصة أنه كل ما يضع الطقم فيه قد لقيه عايز يرجع طيب، النوزية سببها او الروض بتاع الطنج من جوه فهي هذه المناطق التي ستدور فيها على المشكلة لا تقعدش تدور بقى في حيث التن يعني أنت سيبقى يما الجزء بتاع البوست دامينج من ورا يما هيبقى الجزء اللي هو بتاع الطنج فهتعرف مين؟ هتك حط طقم طقم في بقى العيان وشوف الجاجج رفلكس موجود او لا؟ تمام؟ لو لقيته جاي من اللوردنشر يبقى المشكلة من اللوردنشر لو من القبر يبقى من القبر وصلح واحد وبدأ حط التاني تمام؟ ممكن لو انت حطت لي اثنين كل واحد لو واحد ومفيش جاجج رفلكس وحطت لي اثنين وجيت الجاجج رفلكس موجود يبقى بسبب الفيلنج سبيس بتاعك ان فيه موضوع ده يحتاج اكوموديشن من العيان لكن ضروري جدا انك تحط كل واحد لو واحد وتتأكد الجاجج جاي من هم تحديدا؟ طيب لو نيكي نشوف الـ Upper Denture على سبيل المثال نلاقي ان الـ Over Extension يعمل لي جاجج الـ Under Extension برضو يعمل لي جاجج نتيجة ان الطقم بيقى وبيبقى فيه Space بنيسة Denture Base يحصل سلايفا انها بتخش تعمل ايه؟ تعمل جاجج رفلكس اكتر لو انا زودت السيكنس بتاع الجزء اللي هو البوستيريو برضو يعمل لي جاجج رفلكس نتيجة انه بيلمس اللسان وفي نفس الوقت برضو بيبقى ملامس لسقف الحلق برضو بيبقى مشكلة طيب نيجي عندنا للـ Lose Denture اي طقم بيتحرك او برضو فيه Lose of Retention ده بطبيعي انه يبقى يعمل العيان جاجج رفلكس فيه حاجات ثانية زي اننا مثلا الـ Pelletal Portion بتاع الـ Upper Maxill Redenture مثلا ما تعملش ايه؟ ما تعملش ايه؟ ما تعملش ايه؟ ما تعملش فيه Excessive Bullishing قوي لانك لو عملت فيه Excessive Bullishing الشعور ده ان اللسان يلمس Bollish the surface في البلد مواش ناتشرا لطبيعي عندنا انت لو حطيت لسانك كده على سقف حلقك من فوق هتلاقي الفاتي جلانز عاملة خشونة شوية في سقف الحلق من فوق وفيه الـ Arigularities بتاعتر و J area والكلام ده لو انت عملت له الحتة دي سموس قوي تمام؟ وبولش ده قوي ده بتستيميويت الجاجر فلكس عنده بشكل كبير طيب يبقى ان هنا القوزز بقى خصوصا تبقى في اللي ايه؟ في الـ Partial Denture عندنا Improper Adaptation of the Major Connector to the Hard Ballot تمام؟ Over Extension of the Major Connector on the Ballotal Tissue Increase Sickness of the Ballotal Connector Low Vertical Dimension بيعملي Crowding of the Thung and the Ballot High Vertical Dimension بيعملي Spasm of the Elevator and the Tensure Muscles وعندنا الـ Over Extended Lingual Flange والـ Highly Polished Denture Surface كل دي أسباب تخليني في الآخر ان يحصل عندي برضو جاجر فلكس في الـ Partial Denture نيجي قصة التيست لما رأيان يقول لك انا عندي مشكلة في التزوق مايجيش في المركة انه كورونا وتخاف منه وكلام ده لا هو ممكن بيبقى الأكريريك ريزن زي ما انتو عارفين بانجرد ما بيتحط في البوء خصوصا في البلد البلد فيه تيست بادس زي ما انتو عارفين لما بنغطيها جزء من التيست بتاع العيان بيروح فمبدأش يحس الطعم الحاجة يقول لك انا كنت بشرة بكوباية الشاي بمعلقتين سكر الوقت بكترى احط ثلاثة لما ما بحسش بطعم السكر وانا لبس الطقمة فبنحاول نقوله ان انت لو لوحدك ايه لعي الطقمة لانس دي مالهاش حل لان هو للأسف الأكريريك ريزن من المواد اللي بتعمل سيرمل ما بتعملش سيرمل كوندقشن حل وكمان في نفس الوقت بتمنع بشكل كبير فلازم نشرح للعيان القصة دي لو قدرت تعمله مثل بيز بيبقى احسن بالنسبة له بكتير من القصة دي خصوصا لو قدرت تعمله ميجر كونكتور يكون مكتوح زي الأوبن رينج على سبيل المثال كل ما قللت الدزاين بتاعك وخليته مو سيمبل كل ما العيان تبسط اكتر وحس براحة وباكموديشن اكتر مع الايه مع الطقمة عشان كده احنا بنقول دايما للدكاترة لو انت قدرت تعمل للعيان وتقدر تفتح البلد بتاعك تعمل شيل كل الجزء بتاع البلد ده ويبقى الريتنشن بتاع الطقم بتاعك جاي من السنان او من الامبلنس يبقى احسن بكتير جدا لو معندهش سنان حطيله امبلنس وعمله او اعمله او اعمله فكسة ريستوريشن انا هو قدرت تعمله فكسة ريستوريشن بقى انت خدمته خدمة عظيمة جدا هو هيدعيلك وكمان هيدفعلك حلم طيب الهيدن بروزتي بقى ممكن يبقى فيه مشكلة في طبخ الاكريل ذات نفسه في البروسيسنج بتاع الاكريال كريزن ده بالهيدن بروزتي دي بتعملي بكتيريا الجراث ودياغنوزز بتاعنا ان احنا بنلاقي فيه بلاك ارياس وسبرايت لايك كده بتبان فيه بلاك ارياس موجودة دي بيبقى من البكتيريا موجودة في التنشور بيز وده نتيجة ان الطعم كان فيه بروزتي وما كانش مصبوط ديورين الكيوري الاورال هاجين طبعا زي ما احنا قلنا العيان مش كل العيانين ومعظم مرضى بتاعنا بيبقوا جايين بقى اورال هاجين وإلا ما كانوش فقدوا اسنانهم دي كلها فلازم بيبقى فيه بيشنت انستراكشن وبيشنت موتيفاشن وديوكيشن لو انت مش فاضي تعمل الجزء ده علم زمين ليك مساعد من الاخوة بتوعي الامتياز زمائلنا اللي هما بتوعي الامتياز او الاسستنت بتاعتك برا لو هي تمريد ولا حاجة مران هناء تعمل ايديوكيشن او دي بقى انت مسجل فيديو توعية حلوة تفرغوا عليه او حاجة زي طيب عندنا لها مشكلة الكلاترينج بقى مشكلة السنان اللي بتخبط مع بعضها ديورينج الايه الاسبيتش لو العام استلم طاقم جديد وقصة دي بتحصل ده وارد في بعض الحالات ان لسه البيشنت مش قادر يستوعب النيو وفيرتيكال ديمينشن اللي انت عملته فبالسنان بتخبط مع بعض فبيبقى لسه انفاملاريتي واذا نيو دينشير فده بيبقى طبيعي الى حد ما بس موست كومن لي هو بيبقى نتيجة ان انت ساعدتك في الحالة دي عملت هاي فيرتيكال ديمينشن فما فيش freeway space كفاية السنان تتحرك ديرينج الاسبيتش فالسنان بتخبط مع بعض ممكن يبقى عندنا كاسب الانترفيرنس برنو نتيجة انه بيبقى في عندي كاسب الانترفيرنس ديرينج الاسبيتش او بيبقى عندي فيه طاقم بيقى لو الطاقم وقع الابر مثلا على سبيل المثال والعيان بيتكلم بيحصل ايه الطاقم بينزل يخبط في الطاقم اللي تحت فبيعمل صوت ايه cluttering او صوت خبطة تمام والعيان يبدأ يبلع ريقو يقوم مثبت الطاقم في مكان ويتكلم تاني الطاقم يقع يعمل cluttering ده نتيجة ان انا عندي unstable denture لو حلت له المشكلة دي خبطة